ويعيطوا بسبب الخناء اللي حصل قال لها ديك صحية العيال أنا هنقدمك أنا 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 وأغرب شي بقى حصل النهاردة هنتناول قضية كتير اتكلم عنها في ستيشون ميديا حصلت أو حدست بشوفراء الخيمة محافظة القليوبية مقهى كبير أو ذا بيسموه في المجتمع الراقي كافيه كافيه كبير فيه المعلم أو صاحب المقهى أو كافيه اسمه عادل رجل محترم سري عنده بنت جميلة جدا اسمها نورهان أي شاب يتمنى يتجوزها هنا فين طبعا المقاهي أو الكافيهات تكسب كوي ساوي يعني كبهات الشاي مثلا دقتي في أي كافيه دلوقتي وصل لعشرين جنيه وخمسة وعشرين جنيه وبعض الكافيهات اللي خمسة نجب منكم تصل لخمسة جنيه وثمانين جنيه كبهات الشاي اللي هي ممكن تكلفتها ما تتعدىش مثلا جنيه ولا بتاع بس عشان هو رجلة العمالة وقهربة ومية وضرائب والخزامات كتيرة فالدنيا غالقا فالرجل عنده كافيه بيكسب منه كويسه هو عنده جغل نورهان نورهان دي نورعيني وبنته كويسه جدا وحلوه جدا بيتردد على الكافيه طبعا شباب كتير جدا من كل الجنسيات ومن كل الأعمار النورهان بيتردد على والدها بحكم ان هي بتزور وبتسأل عليها عايز حاجة عادي وهي مروحة وهي جبت عد عكب فيها عادي يعني ولدتها هناك لغيث ما جي في يوم مصطفى شباب مصطفى إنسان فحد زاده كويس مؤدب ابن ناس عرته معروفين مفيش مشاكل الراجل طبعا دي بنته الوحيدة سأل على مصطفى لها ان هو كويس وعنده وظيفة وقدر يفتح بيت فقال للبنت فالبنت طبعا ورده نعتبع على المعلم عادل فقال للبنت في سن 17-18 عيش تبقى صغيرة يستدى تلقى الشاب يهمها كله ومنظره سايب لحيط عافي الشاب دلوقتي بيعافي ازاي يفننه في الجمال يعني بيسايب يستدقى انه كده سودا شوية كده شعره بيعمل بقى الجل والحاجات دي بيخلي الشاب ويبقى وبلبس القميسه وبتاعه ونظر السودا ويطلع بقى ويطلع بقى الكرفطة الحمراء والمنديل الأحمر ويصور ينظر صوره على البيس بيجزب البنات حواليه كل حاجات دي احنا عبتينها فشاب زي ده قاعد موراش حاجة طبعا يعني لابس قويسه وبتاعه وفتح صدر والحاجات الغريبة بتاع الشاب اللي بيبقى ان شعر صدر ويعابش بيتباه بيه يعني لغة ما يدر ان هو يخلي البنت تتعلق بيه ويتعلق من خلال النظر لان بنت معدبه يعني جاذب انتباهها وهي جاذب تنتباهه وشايفه ولد بيلبس قويس وبتاعه ومصرح شعر وبتاعه مصبط فهي اللي بيبقى يا رايك في الشاب ده يا بنت اللي بيقعد عايز يتقدم لك فين يا بابا قال تعالي بكرة ورغولك من بعيد الله هو ده البنت طبعا وعجبت بيه فقالت رغم ان يعني المختلف من جوازت ولدنا بالسرعة بالشكل ده يعني لكن اللي حاصب واتجوز مصطفى ونرهان ثلاث سنين زي الفل خلفوا فيهم ولدين والحياة مستمرة لغة ما فقد وزخته نتيجة ان هو كان مهم شوية قالت ده ان هو يتعاطى البرشام والمخدرات وللأسف صاحب الكافيه عادل ما كنتش يعرف الموضوع ده ان الولد مدمن لكن الولد كان بيصرف من شغله على الإدمان طب لما تفصل من شغله سبش شغل ما تشغل ان هو بيفتعل المثاجرات مع مراته عشان تاخد فلوس من ابوها وتديله عشان يقدر يشغل في الوقت ده طبعا طبعا احنا عارفين الزوجة المصرية بتوقف مع الزوجها وتعتبرها نوع من الشجاعة ان هي ما تسيبش حتى لو عايزت يعني احيانا الزوجة بتبقى عايزة تنفصل عن جوزها وتتطلق لكن لما الزوج يوقع في مشكلة تقولك لا انا بنت وصول اقف معاه لما يعد مشكلته بعد كده هتطلق ومستيبوش كبه دي خصة من الاخصال الجميلة عندي الزوجة المصرية لما تكون حتى كارها وعايزة تسيب جوزها وعايزة تتطلق منه لكن تلقى الزوج وقع في مشكلة ما تسيبوش تقول خليني واقف معها انا بنت وصول لما يعد من قزمته ابقى سيبه فهي قالت لا انا مقدرش ازيب بقى سيب جوزه دلوقتي انا اقف جنبين غيط ما يعد المرحلة دي وبعد كده باخد الولاده راح عند دفوت ابوية واتطلق المهم قالت له طب دلوقتي يا مصطفى مش هينفعل يعيش بالشكل ده انت لازم تتعالج انت عندك ولادين دلوقتي ولازم تتعالج وتروح مستشفى لعلاج الادمان ضغط تعليل غيط ما هو وفد فعلا وراح يتعالج كانت بصدره كل اسبوع تاخد الاولاد معها الاولاد عايزين يشوفوك الاولاد عايزين يعيش معك على طول بتدينه الاصرار علشان العلاج يبقى سريع اكتر ويكون عنده التصميم والعراضة انه هو ما يرجحش للادمان تاني وفعلا نجحت فكاته لغيط ما استرد عافته ورجع البيت تاني وابتدى يدور على وظيفة بس احنا عارفين ان الوظائف سهل دلوقتي يعني العملية بتعايزها صعوبة شوية وعايزها شوية ما يديرش ان هو يلقى وظيفة بعدين مع شلة السوق مع الناس اللي هم الاصحاب اللي طلعين معا تعالى يا عم مصر معانا وما تقولش همه المهم رجح تاني للادمان هي عرفت الموضوع ده هددته انها هتروح عند بيت ابوها فقال لها وعيدك ان انا هبطل ما استمنيش والكلام ده كل لغة مجهة اليوم المسؤوم زي بيحكي بيحكي لي رئيس مباحث شبرى الخيمة بتوامل ان اوم اوم دور على شغل انت هنائم الساعة 10 الضهر انت وانت 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 سبيني مش قادر انا تعبان مش ادور على شغل انت ماكيش دعابوكي مع القلب وفلوس ادي كده وانت بنت الوحيدة من روح نعيش معاي وكلنا ويشربنا انا هاشجا وراح فين هو في وظائب دلوقتي مين هيشتغل انا مش لاقي شغل اراح اشتغل بألف جنيه مكفينيش يوم انا وانا راح اتقلت له انت صايع وضايا عايز ابو يصرف عليك طبعا السوب كان عالي فالولدين اموا من النوم بيعيطوا بسبب الخناء اللي حصل قال لها ديك صحية العيال انا هنقدمك انا 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 اغرب شي بقى حصل ان هو راح جب مليتي السرير وراح عمل لها مشناء في السقف وراح ميسك رأي بيتها وحطها وراح يعني زي ما تقول عمل لها مشناء جو البيت وراح موتها وفضل عشرين دقيقة بيبكي عليها يعني ضمن الحياة الغريبة ان هو فاسناها اعترافاته لرئيس المباحث وامام رجال النيابة قال انا معرفش انا عملت ازاي انا هي عارفان ان انا رجحت للإدمان تاني وعارفان ان انا بمر بظروف صعبة وعندي حالة اكتئاب ومش لها يشغل ومش قادر اصرف على اولادي وعارف ان هي بتجيب من ابوها وبتصرف عليها وبتصرف على اولادها وانا قاعد عالة في البيت كل دا متراكم عليها وهي بتقول صحيني 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 ما فوقتش ما فوقتش من نفسي غير وانا بمسكها بالملاية وبشنوها وبعلها في السقف وبدلت افكع وانا واقف عليها عشرين دقيقة والاولاد قاعدين يصرخوا قضية بيتبين قادي المخدرات بتعمل ايه ما فيش شك ان هو كان بيحب يزوته جدا ما فيش شك ان هو كان انسان ملتزم وكويس جدا لكن لاسف المخدرات وده الدرس المهم جدا المخدرات لان احنا انا كل اي موضوع مدام فيه هدف من وراه لازم نجيبه عشان باس الناس يقول لك من ركز على العلاقات الوسارية من ركز على القيانات الزوجية لا فيه قضية مخدرات قدت ليه الامت قتلت الاب هياخد اعدام الى اولادها يروحوا فين هيروح عندي جده يعني البيت تخرب الجد فقط بنته الوحيدة الاولاد لا فيه اب ولا فيه ام الزوج فقط زوجته دخل السجن يعني كله تضم المخدرات فالمخدرات هي سبب كل الافات وسبب كل المشاكل خراب البيوت بيجي من المخدرات ياريت كل اب وكل ام ياريت كل اب وكل ابن وكل ام وكل ابن تبقى واسكة وعارفة ان المخدرات نتيجتها وعدين حتة ان يقول لك علاج يعني كتير جدا بيروحوا يتعالجوا صحيح بس نسبة كبيرة قوي اللي بتقدر تستمر من غير ما ترجع للإدمان ونسبة كبيرة جدا بعد ما بتتعالج بترجع تاني للإدمان بيبقى صعب عليهم النشوة اللي المخدرات بتعملها والجو اللي بيعيشوا فيه والدخان والبرشام والقوة اللي المخدرات بتخليهم يحسوا بيها صعب ان هم يتناسلوا عن النشوة دي والإحساس ده ولو الله حضر فمش كل الناس تقدر تقول لك اروح مصحة وتعالج هتتعالج وترجع بس اذا ما بعدتش عن اصدقاء السوق وقراناء السوق هتبقى المشكلة كبيرة هترجع تاني لان قرين السوق ده هو الشيطان فبالتالي لازم كله وسط اخد باله وانا اتمنى زي من مرور ما بيعمل حملات لكشف عن المخدرات والمتعاطين بالكمان اللي بيعملوها كل زوج ايه المشكلة كل عب لما يجي تقدم له زوج يقول له يا ابني انا مش ضغم دلوقت بعد ايه دك انا عايز عايينها دلوقت روح انا وانت ايه معمل تحليل ونقشف تطعطها ولا لا ده مهمة جدا لان المخدرات اهفة في مجتمع صحيح دلوقت الميزون بيشرط جبش هذا الصحية والكلام ده اجراءه روتين بس المفترض ان احنا بجي عارفين هعنده سكر ما عنده السكر عنده ضغطة ما عندهش ضغطة عنده ولا قدر مهانة للزواجة ما عندهش مهانة للزواجة بيتعاطوا ولا ميتعاطواهش لانه ثبت انه بيتعاطوا بشكرا انا مش اجوز بنت الواحد بيتعاطوا وقعد مبنى وقعد في الناس يقولك ايه اصلا انا باخد الحشيش والحشيش ده نبط طبيعي ما فوش ادمان معي فلوس اجيب ما عايش فلوس ماجيبش مين اللي قال اللي بياخد الحشيش ويقفه وبيحس الطعم وبيشوف الناس واللي بيحس بيه صحيحة مش في خطورة الهروين ومش في خطورة الستركس ومش في خطورة الترامدول لكن كارسة بق فالمخدرات فحلقة النهاردة دمرت بيتين ممكن نقول تلات بيوته تدمره الجد فقط بنته الوحيد الزوج فقط أولاده فقط زوجته فقط نفسه هدخل السجن طبعا هتأت الأولاد الأولاد فقدوا بيته هيروح يشه مع جدوه فهتالب بيته تخرج بسبب إيه بسبب إيه اللي اتناعي أشكر ترجمة نانسي قنقر